السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا النهاردة الوحدة التانية الجبر اول درس فيها اسم الحدود والمقادير الجبرية علشان تعرف تميز الفرق ما بين الحد الجبري والمقدار الجبري عايزين نقولك حاجة صغير بص كده معايا بنوتة وقفة في الطبور ومعاها شنطة المدرسة البنت دي اسمها سعاد مسك شنطة المدرسة جنب منها وزي ما انت شايف كده شنطة المدرسة كلها ارقام ولما شعرها بشوي التوك البنت دي هي وشنطتها والتوك اللي هي لبساها كلهم بيعبروا عن حد واحد يعني ايه يعني البنت دي وحاجتها كلها اسمها الحد الجبري زي مثلا خمسة سين الخمسة هي الشنطة اللي عليها الارقام بنقول على الخمسة اللي هو الرقم ده معامل والسين هي البنت اللي اسمها مثلا سعاد الخمسة سين على بعضها تخص شخص واحد يعني حد واحد علشان كده بنقول عليه الحد الجبري طيب فيه امثلة تانية للحد الجبري اه سالب تلاتة سين صاد السالب تلاتة دي الارقام اللي على الشنطة اسمها معامل سين صاد زي مثلا ما اقولك البنت كان اسمها سعاد صبري برضو كل ده يخصه حد واحد اللي هو الحد الجبري ولو تاخد بالك الشنطة واسم البنت حتى الرمز بتاع اسم باباها كلهم لازقين جنب بعض مفيش ولا زائد ولا ناقص ولما نيجي نقول ايه هو الحد الجبري هتقولي حاصل ضرب عاملين او اكتر اصل الرقم اللي هو المعامل ده اسمه عامل عددي والرموز كل رمز فيهم عامل جبري عشان كده بنقول ان الحد الجبري هو حاصل ضرب عاملين او اكتر ما جبناش سيرة التوك يا ميس اللي على راسها ايه هي بقى التوك دي؟ درجة الحد الجبري زي ما اقولك حد الدرجة الحدود الجبرية اتنين الف ميس هو الالف فوق راسها توكة انت مش شايفها لكن لازم البنات لما بتروح المدرسة لازم تلم شعرها بتوكة بس ممكن تكون انت مش شايفها احنا اتفقنا ان الرمز اللي مفيش فوق راسه قص يعني قص واحد ايه هو القص اللي فوق راس الالف واحدة ميس يبقى الحد ده من الدرجة الاولى طيب سالب سبع سين قص اتنين اه السين هنا القص بتاعها اتنين يعني لابسة فوق راسها توكتين يبقى الحد ده من الدرجة الثانية طيب سالب خمسة سين صاد احنا اتفقنا ان كل ده يخص حد واحد يعني كل ده يعتبر حد جابري السين لابسة فوق راسها توكة علشان قصها واحد والصاد لابسة فوق راسها توكة علشان قصها واحد احنا اتفقنا ان الرمز اللي مفيش فوق راسه قص يعني قص واحد كده يبقى لابسة كام توكة توكة فوق السين وتوكة فوق الصاد يبقى الحد ده من الدرجة الثانية طيب قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذاكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس سبعة ميم قص اثنين نون النون معاليهاش قص يبقى قصها كام واحد تبقى الميم لابسة كتين والنون لابسة كوحدة يبقى الحد ده من الدرجة الثالثة بنعد كل التوك طيب سالب اثنين سالب اثنين ايه ميس بس كده سالب اثنين يعني ايه يا ميس هو السالب اثنين ده حد جبري ايوا حد جبري ازاي يا ميس ام الفين البنت هو انا ما قلتلكش مش وحنا في المدرسة جينا مروحين بعد ما العيال كلهم روحوا لقينا في الحوش في شنطة سألنا المشرفين الشنطة دي بتاعت مين معرفوش لان ما فيش ولا حد تبقى في المدرسة من الولاد عرفنا بعد كده ان في بنت من بنات الكيجي راح اتركبت الباص بتاعها ونست الشنطة بتاعتها في المدرسة علشان كده انت مش لاقي البنت ولا سين ولا صد ولا عين ولا ألف ولا بيه الله طب ما معنى كده يا ميس ان ما فيش بنت هي فعلا البنت مش موجودة وبالتالي التوك بتاعتها مش موجودة يعني لما قولك الحد ده من الدرجة الكام هتقولي من الدرجة الصفرية تمام كده؟ طيب سين قس اثنين صاد التوك اللي فوق السين اثنين والتوك اللي فوق الصاد واحد يبقى كده التوك كلها تلاتة يبقى الحد ده من الدرجة الثالثة طب معلش يا ميس؟ هي فين شنطتها؟ انا مش شايف رقم يا ميس انت مش شايفه حبيبي بس ده مش معناه انه هو مش موجود مش احنا كنا بنقول ان الرمز اللي ملهوش قص قص واحد الحد الجبري اللي ملهوش معامل كأن المعامل بتاعه واحد قدام الرموز اسمها حد جبري برضو تمام كده؟ طيب ام الايه المقدار الجبري ده يا ميس؟ اكتر من بنته مع بعض يعني مثلا خمسة الف زائد تلاتة بهم الخمسة الف علشان لسقين في بعض كلهم تبع بعض يبقى اسموا حد جبري والتلاتة بيه علشان لسقين في بعض كلهم مع بعض اسموا حد جبري وبينهم زائد لو تاخد بالك يبقى كده بقى مقدار اول ما تشوف زائد او ناقص يبقى ده حد الوحد وده حد الوحد ويبقى كل ده اسمه المقدار الجبري علشان كده بنقول المقدار الجبري يحتوي على اكثر من حد جبري ويفصل بينهم علاقة زائد او ناقص يعني لو لقيت زائد او ناقص يبقى كده مجموعة مع بعض مجموعة يبقى اسمه مقدار جبري انما الحد الجبري يعني حاجة الوحدة زي مثلا خمسة صاد قصة اتنين زائد اتنين سين صاد ناقص ثلاثة سين الخمسة صاد قصة اتنين مع بعض حد جبري والتنين سين صاد مع بعض اسمه حد جبري والسالب ثلاثة سين او ناقص ثلاثة سين برضو حد جبري بس خلي بالك بقى من حاجة لما قولك حدد درجة المقادير الجبرية واجبلك خمسة سين ناقص ثلاثة احنا قولنا ان احنا بندور على التوك اللي فوق السين والصاد والحاجات دي الحد الاول اعلى قص ليه كام؟ واحدة ميس اللي هو القص بتاع السين طب الحد التاني مفيش اصلا سين ولا صاد ولا عين ولا حاجة يبقى المقدار ده من الدرجة الاولى انما لما قولك سبعة سين قص تلاتة ناقص ثلاثة سين زائد واحد كده الحد الاول التوك بتاعته تلاتة يعني من الدرجة التالتة والحد التاني التوك بتاعته واحد يعني من الدرجة الاولى والحد الاخير ما عندهوش توك اصلا يبقى من الدرجة الصفرية أنا بقى يا ميس هعمل إيد الوقفي هختار البنت اللي لابسة أكبر عدد من التوك يبقى أنا هقول المقدار ده من الدرجة الثالثة لإني اختارت البنت صاحبة أعلى عدد من التوك تاني 5 ألف به ناقص 2 ألف قس 2 به ناقص به قس 2 البنت الأولى لابسة توكا وتوكا يعني من الدرجة الثانية البنت الثانية لابسة توكتين وتوكا يعني من الدرجة الثالثة البنت الثالثة لابسة توكتين بس يبقى أنا هاختار اللي من الدرجة الثانية ولا من الدرجة الثالثة ولا من الدرجة الثانية أعلاهم مين؟ هتيجي تقولي المقدار من الدرجة الثالثة طي عندنا جدول زي كده مدياك أنا المقدار الجبري وعايزك تقول لي عدد حدود المقدار الجبري كام حد يعني كام بنت اسم المقدار الجبري ودركته وحدة وحدة أول واحد الله ده كل دول لازقين في بعض لا فيه زائد ولا ناقص يعني كل دول تبع حد واحد يبقى عدد الحدود واحد علشان كده اسم المقدار مقدار ذو حد واحد طب دركته يعني التوك بتاعته مش احنا اتفقنا ان كل دول حد واحد يعني بنت واحدة يعني لابستوكتين وثلاثة يبقى دركته الخمسة طيب المقدار اللي بعده آه دول اكتر من بنت يا ميس فعلا كام بقى وحدة يعني كام بنت الالف قس ثلاثة كده مع بعضها بنت واحدة والخمسة الف قس ثنين به قس ثنين حد واحد والثلاثة به قس ثنين حد واحد يبقوا كده كام بنت او كام حد ثلاثة علشان كده بنقول عليه مقدار ثلاثي طب الدرجة بتاعته والله البنت الاولى لبسه فوق راسها تلت توك البنت التانية لبسه اربع توك البنت التالتة لبسه تكتين اعلاهم مين البنت اللي لبسه اربع توك علشان كده بنقول درجته الرابعة طيب اللي بعده كم حد دول نصف الف حد وربع به حد والخمسة حد يبقوا كده تلت حدود عشان كده بنقول عليه مقدار ثلاثي طب الدرجة بتاعته والله البنت الاولانية فوق راسها توكا واحدة البنت التانية فوق راسها توكا واحدة البنت التالتة مفيش توك اصلا فوق راسها هي نفسها مش موجودة يبقى معنا كده اختار الدرجة الاولى ولا اختار الدرجة الاولى الله طب ما هي هي يا ميس مفيش حد اعلى من حد يبقى انا هكتب الدرجة الاولى اوعى تجمعهم لان كل واحدة فيهم بنا قدمة غير التانية طيب واحد ناقص سبع سين قس اتنين صاد واحدة واحدة مش احنا عندنا ناقص او زائد بتفصلهم الواحد لوحده اسمه حد والسبعة سين قصة اتنين صاد اسمه حد تاني يبقى انا عندي حدين عشان كده بنقول عليه مقدار زو حدين طب الدرجة بتاعته كام؟ البنت الاولى ما جاتش اصلا من الدرجة الصفرية والبنت التانية لبست تكتين بتوع السين وتكة بتاعت الصاد يبقوا كده من الدرجة التالتة اعلاهم مين؟ الدرجة التالتة طيب تعالى تاني مديات خدود جبرية وعايز اعرف المعامل بتاعها يعني الشنطة اللي عليها ارقام سالب سبعة هي ميس السالب سبعة اصلا معامل رقم هينزل زي ما هو بق شرطه طب اتنين الف به قس تنين الشنطة مكتوب عليها اتنين طب سبعة الف به قس تلاتة جيم السبعة هي الشنطة اللي هي المعامل طب سين صاد قس اتنين مفيش شنطة يا ميس ازاي بق؟ لا ماينفعش يكون مفيش معامل ايه هو الرقم اللي قدامي السين صاد قس اتنين انا مش شايف رقم يا ميس انت مش شايفه حبيبي بس ده مش معناه انه هو مش موجود بش احنا كنا بنقول ان الرمز اللي ملهوش قس قس واحد الحد الجبر اللي ملهوش معامل كأن المعامل بتاعه واحد قدام الرموز بس عشان الواحد ما بيتكتبش فاحنا بنشيله عارف زي ايه؟ زي ما تكتب سين هي في الاصل واحد سين والصاد واحد صاد تبقى سين صاد قس اتنين اللي هي واحد سين صاد قس اتنين خلي بالك من الحتة دي مفيش حد ملهوش معامل انت مش شايفه لكن هو واحد طيب درجة الحد الجبري تعالى نرجع بقى للاول احنا اتفقنا ان الدرجة هي الطوك والطوك لازم تكون موجودة على البنت اللي اسمها بالعربي سين صاد عين الف به طيب تعالى هنا سلب سبعة فين البنت؟ مش موجودة وبالتالي مفيش طوك على رأسها يبقى الدرجة صفرية طيب اتنين الف به قس اتنين الالف قسها واحد والبه قسها اتنين يبقى الطوك كلها تلاتة يبقى دي الدرجة التالتة طيب سبعة الف به قس تلاتة جيم الالف قسها واحد والبه قسها تلاتة والجيم قسها واحد كده كم طوكة في الليلة دي كلها واحد وتلاتة اربعة وواحد خمسة تبقى من الدرجة الخمسة طيب سين صاد قس اتنين السين قصها واحد والصاد قصها اتنين يبقى هي لفسة ثلاثة وقت تبقى ديه من الدرجة الثالثة طيب رتب المقدار الجبري اللي جاي ده حسب قص السين التنازلية طيب احنا السين الاولانية قصها واحد والسين التانية قصها تلاتة وبعد كده ما لقناش سين خالص وبعد كده لقنا السين قصها اتنين لما يقولي رتبهم تنازليا حسب القصص بتاعت السين تنازلية يعني من الكبير يبقى انا هاخد القص اللي هو 3 فهكتب 2 سين قص 3 وبعدين هاخد القص 2 فهكتب ناقص سين قص 2 خلي بالك ان اي حد بياخد الاشارة اللي قابله بعد كده السين اللي قصها 1 زائد 5 سين لان هنا الحد 5 سين ملهوش اشارة قدامه والحد اللي ملهوش اشارة اشارته موجبة زي ما اتفقنا السنة اللي فاتت وبعد كده هناخد ناقص 4 طب فريد يا ميس عندي اكتر من رمز زي المسألة الجاية كده رتب المقدار الجبري ده حسب اسس الف التصاعدية احنا بندور على الف فهنمسك الالف هنا الالف قصها 3 هنا الالف قصها 1 هنا الالف قصها 2 يعني ايه تصاعد يعني من الصغير يبقى هاختار الحد اللي الالف فيه واخد اصغر اس اللي هو الف قص 1 خلاص يا ميس يبقى انا هكتب سبعة الف به قص 3 لا احنا قلنا اي حد ياخد معه الاشارة اللي قبله يبقى لازم تكتب سالب سبعة الف به قص 3 وبعدين هتاخد الالف اللي قصها 2 فهتكتب زائد خمسة الف قص 2 به وبعدين هتاخد بقى اخر الف عندك اللي هي قصها 3 فهتكتب زائد 2 الف قص 3 به قص 2 طب فريديا ميس على نفس المسألة قال لي رتبهم حسب قصص به التنازلية يبقى انت بقى مش هتمسك الالف ده انت هتمسك ال به هنا البيه قصها 2 هنا البيه قصها 3 هنا البيه قصها 1 التنازل يعني من الكبير اعلى به فيهم البيه قص 3 يبقى انت هتكتب سالب سبعة الف به قص 3 وبعدين اللي البيه قصها 2 زائد 2 الف قص 3 به قص 2 وبعد كده الاخيرة زائد خمسة الف قص 2 به ويبقى انت كده خلصت طي يجي يقولك اكمل ما يلي عدد حدود المقدار الجبري ده هو كام ودركته كام واحدة واحدة عدد الحدود يعني فيه كام واحد اه الخمسة صاد قص 2 على بعضها والثلاثة سين صاد على بعضها والثلاثين سين قص 2 على بعضها يبقى كده 3 اشخاص يعني 3 حدود طب الدرجة بتاعته كام هنا البنت الاولى لابسة اكتين والبنت التانية لابسة اكتين والبنت التالتة لابسة اكتين ياميس ما فيش حد فيهم اعلى من التاني يبقى المقدار ده دركته الثانية طيب الحد الجابري سالب اثنين والكل قس ثلاثة طب مش لازم احلها الاول دي كده كده قسها فردي يعني السالب ظهر ثلاث مرات مرتين يطير يبقى المرة الثالثة تنزل راجع الدرس بتاع ضرب الاعداد النسبية اثنين متكررة ثلاث مرات يعني اثنين في اثنين بارمعة في اثنين بتمانية طيب ده كل المعامل بتاعه كام؟ المعامل بتاعه يعني الشنطة هي الشنطة يا ميس فانت هتكتب سالب تمانية ودركته اه دركته يعني التوك اللي فوق راس البنت والبنت نفسها مش موجودة يبقى دركته صفر علشان كده لما ييجي يقولك درجة الحد المطلق في اي مقدار جابري هي نقط الحد المطلق اللي هو زي الرقم ده بالظبط مطلق سايبين وكده مطلق في الحوش الشنطة وقفة لوحدها من غير البنت صاحبتها علشان كده بنقول ان دركته دايما هي صفر طيب الحد الجابري سين المعامل بتاعه كام؟ اه المعامل بتاعه يعني الشنطة اللي قدامه اوعى تقول لي مفيش لا ميس انا كده عرفت كل الحدود الجابرية لازم يكون لها معامل واقف قدامها وعشان انت مش شايفه يبقى كان واحد عشان كده احنا بنشيل الواحد فانا هكتب معامله هو واحد طب دركته اه كام توكة فوق راس السين توكة واحدة لان الرمز اللي ملهوش قص قص واحد عشان كده بنقول ان هي من الدرجة الاولى طيب اذا كانت درجة الحد الجابري خمسة سين قص نون صد قص اتنين هي خمسة يعني كل التوك بتاعة الحد ده خمسة تبقى النون التوك اللي فوق السين كام اه والله ده كلهم خمسة انا مجمع منهم توكتين فاضلي تلات توك يبقى النون بتلاتة طب لو قلتلك اذا كانت درجة الحد الجابري صد قص اتنين ميم هي درجة الحد الجابري خمسة سين قص اتنين صد قص اربعة فان ميم تساوي واحدة واحدة هي درجة خمسة سين قص اتنين صد قص اربعة دي كام اه والله ده كلها حد واحد السين لابسة اتنين والصد لابسة اربعة يبقى التوك ستة يعني من الدرجة الستة يا ميس يعني معنى كده ان الصد كمان لازم تكون لابسة ست توك طيب يعني اتنين ميم يعني اتنين في ميم اللي هي كأنها اتنين سين يعني اتنين في سين احنا اتفقنا ان الارقام والعربي لما بيجوا جنب بعض بيبقى ما بينهم ضرب كأني بقول اتنين في كام اللي هي الميم تيدينا ستة اتنين في تلاتة ميس بس يبقى الميم كان مكانها تلاتة سؤال اللي بعد كده بيجي يقولك اختار الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة معامل الحد الجبري ده احنا اتفقنا ان المعامل هي الشنطة الشنطة هنا اللي مكتوب عليها الارقام اللي هي كام اتنين طيب درجة الحد الجبري ده تساوي درجة الحد الجبري مين احنا اتفقنا الدرجة يعني الطوكة السين لابسة اربع طوك والصد طوكة يعني كلهم من الدرجة الخامسة تعالى بقى نمسك واحدة واحدة سين قس تلاتة صد قس اتنين من الدرجة الكام تلات طوك وتوكتين خمس طوك يا ميس يعني من الدرجة الخامسة الاختيار اللي بعد كده عندك اربع طوك وتوكتين مع بعض يبقى ست طوك يعني يجي من الدرجة السادسة طيب بعد كده عندك توكتين وتوكتين يعني اربعة يعني من الدرجة الرابعة وعندك بعد كده اربعة توكتين يعني من الدرجة الستة طيب انت عايز نفس الدرجة اللي موجودة في السؤال اللي هي الدرجة الخامسة يبقى انت هتختار اول اختيارة طيب درجة المقدار الجبري ده تساوي درجة المقدار الجبري مين احنا اتفقنا درجة المقدار يعني كذا واحدة فانا بختار اعلى توك البنت الأولى عندها 3 طوك والبنت الثانية عندها توكا وتوكا يعني توكتين والبنت الثالثة توكتين يعني معنى كده أن المقدار بتاعي ده من الدرجة الثالثة أعلى توك طيب تعال بقى نشوف اختيارة اختيارة المقدار الأول البنت الأولى عندها توكتين والبنت الثانية عندها توكتين والبنت الثالثة ما عندهاش أصلا مش موجودة يعني معنى كده أن ده كله من الدرجة الثانية طيب اللي بعده الحد الاول توكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو الأخيرة، البنت الأولى عندها تلت توك، البنت الثانية لبسها توكتين وتوكا يعني تلت توك، والبنت الأخيرة لبسها أربع توك، يعني دي من الدرجة الرابعة مش عايزينها، احنا عايزين التلتة طيب، الحد الجبري به قس تلاتة ده عبارة عن إيه؟ مش إحنا القسس دي أخدناها السنة اللي فاتت في درس اسمه الضرب المتكرر يعني خمسة قس تلاتة كنا بنقول خمسة في خمسة في خمسة، يبقى به قس تلاتة هنقول به في به في به اللي هي الاختيارة دي طيب، عندي بعد كده الحدود الجبرية بنتعامل بيها في الأشكال، زي مثلا ما ييجي يقول لي اكتب الحد الجبري الذي يعبر عن مساحة الأشكال الآتية أول شكل عندي الشكل ده مستطيل، عرفت منين؟ طوله مختلف عن عرضه، عايزة جيب مساحة المستطيل، آه عندي قانون لمساحة المستطيل اسمه الطول في العرض الطول اتنين فيه تنزل، العرض سين يعني كأن المساحة بتاعتي اتنين فيه سين اللي هي اتنين سين الضرب بيلزق الرياضة والعربي جنب بعض، طب تعالى تاني عندي مسلس بالشكل ده وعايزة جيب مساحته عنده القانون لمساحة المسلس مساحة المسلس ده قانون خدته في خمسة ابتداء اللي هو ايه؟ نص في طول القاعدة في الارتفاع النص ده رياضة هينزل في القاعدة اللي تحت اللي المسلس قاعد عليها صاد في الارتفاعي عن اللي واقف عين والضرب بيلزق الرموز والعربي جنب بعض يبقى اسمها نص صاد عين ولو حتى جات لك في الاختيارات نص عين صاد صح لان الضرب ابدالي تمام كده؟ طيب يجي لك رسمة زي كده يقولك اوجد مساحة الجزء المزلل اصلا عموما عشان تجيب مساحة الجزء المزلل بتمشي على ثلاث خطوات اول حاجة بتجيب مساحة الشكل الكبير وبعد كده بتجيب مساحة الشكل الصغير اللي جواه واخر خطوة اطرح الكبير ناقص الصغير واحدة واحدة شكل زي كده عندي الشكل الكبير بتاعه مسلس جوا منه دايرة وعملك القاعدة بتاعت المسلس نون وعملك الارتفاع بتاع المسلس عين ايه ده ميس هو الخط ده يعني الارتفاع؟ اه الارتفاع من اول اعلى نقطة لحد الارض سواء كان المسلس كده حاد فانت لازم تعرف من اعلى نقطة لاخر نقطة كام او كان المسلس واخد الشكل ده وساعتها الضلع اللي واقف ده هو سماعين عشان عارف ان ارتفاع واقع عامل قائم اول حاجة اتفانة عليها بنجيب مساحة الشكل الكبير اللي هو مين المسلس؟ مساحة المسلس نص فيه طول القاعدة في الارتفاع وفيه ناس بتقول نص القاعدة في الارتفاع صاح برضو هننزل النص فيه القاعدة اللي المسلس قاعد عليها نون فيه الارتفاع اللي واقف عين لزاهم بقى في بعضة تبقى اسمها نص نون عين طي امي مساحة الدايرة بقى اللي هي الصغيرة والله ميس مساحة الدايرة بغا ينق تربيع بس هو هنا ميس مش مديني ارقام لا هو مش هيديك ارقام عشان عايزك تفضل تتعامل بالرموز ثالث خطوة والاخيرة المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحة الجزء المظلل يساوي هتجيب مساحة الكبير اللي هي مساحة المسلس ناقص مساحة الشكل الصغير اللي هي مساحة الدايرة هتعمل ايه هتحط رموز مش ارقام يعني مساحة المسلس كانت نص نون عين والناقص ناقص مساحة الدايرة باري نق تربيع بس كده هو ده اللي هو عايزه ولو سألك المقدار ده من الدرجة الكام انت عندك الحد الاول النون قسها واحد والعين قسها واحد يعني دي من الدرجة التانية وعندك الحد التاني النق قسها اثنين يعني برضو من الدرجة التانية يبقى المقدار بتاعي مقدار جبري من الدرجة الثانية مفيش حد فيهم اعلى من التاني طب ليه يا ميس ما حسبناش ان الباي قسها واحد لان الباي مش رمز الباي اصلا كان بيعبر عنه قيمة بالارقام اللي هي كانت تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة يعني الباي مش رمز بالعربي ليه قس لأ الباي ده رقم يعتبر تمام كده طيب تعالى تاني ميبديك شكل زي كده وبيقولك اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحة الجزء المظلل في الشكل المقابل وحد اتدركته علشان نجيب الجزء المظلل لازم اول حاجة نجيب مساحة الكبير اللي هو المستطيل الطول في العرض الطول كل ده صاد والعرض كل اللي تحت سين يبقى اسمها ايه صاد في سين اللي هي سين صاد او صاد سين لازمين فبعة طيب تاني حاجة مساحة الجزء الصغير اللي هو هنا المسلس عند القانون المسلس نص فيه طول القاعدة في الارتفاع النص هينزل القاعدة بتاعت المسلس بس اتنين فيه الارتفاع بتاع المسلس بس واحد نص في اتنين يعني نص اللي اتنين نص اللي اتنين واحد في واحد بواحد سنتي يبقى معنى كده ان مساحة الجزء المظلل مساحة الكبير اللي هو المستطيل ناقص مساحة الصغير اللي هو المسلس مساحة المستطيل سين صاد والناقص ناقص مساحة المسلس واحد يبقى كله على بعض سين صاد ناقص واحد خلي بالك احنا هنا بنتعامل بالمقادير الجبرية مش بالارقام طيب ممكن يجيلك في الاختيارات يقولك الحد الجبري الذي يعبر عن طول الف به في الشكل المقابل من الف لحد به واخده سين وسين وسين يعني سين زائد سين زائد سين كأنها ألم زائد ألم زائد ألم ثلاث تقلام يبقى سين زائد سين زائد سين ثلاثة سين يبقى انا هاختارها طيب أيا مما يأتي يمثل التعبير ثلاثة سين زائد اثنين سين ثلاثة سين زائد اثنين سين يعني ثلاث تقلام وألمين اللي هي خمسة سين طيب واحدة واحدة أنا عندي خط في الاختيار الأول حتة منه خمسة وحتة منه سين يعني الخط ده كله خمسة زائد سين مش ضرب حتة وحتة وحتة يعني زائد الاختيار الثاني وطالما مديني شكل يعني عايز مساحته الشكل ده عبارة عن جزئين جزء مربع وجزء مستطيل يبقى انا هجيب مساحت المربع ومساحت المستطيل مساحت المربع طول الضلع في نفسه يعني سين في سين اللي هي سين قس 2 طيب ومساحت المستطيل الطول في العرض يعني خمسة فيه سين اللي هي خمسة سين هم بقى اللي اتنين مع بعض يتجمعوا خمسة سين زائد سين قس 2 وده مش الكلام اللي هو عايزه في المسألة طيب تعالى تاني عندي شكل زي كده برضو حتة منه مربع وحتة مستطيل تعالى للمربع طول الضلع في نفسه يعني سين فيه سين اللي هي سين قس 2 طيب تعالى للمستطيل الطول في العرض يعني ثلاثة في سين اللي هي ثلاثة سين يعني المسألة بتاعتي هتبقى ثلاثة سين زائد سين قس 2 برضو مش هي تعالى تاني عندي هنا مستطيل وهنا مستطيل لان الشكلين كل واحد فيهم الطول والعرض مختلفين عن بعض تعالى للمستطيل الاولاني الطول في العرض يعني ثلاثة في سين يساوي ثلاثة سين تعالى للمستطيل التاني الطول في العرض يعني كأنه اتنين في سين اللي هي اتنين سين مع بعض بقى المستطيل الاول ثلاثة سين والمستطيل التاني يعني زائد اتنين سين هي هي الخمسة سين بتاعت السؤال وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقي فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتحم الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته